من نجى من الزلزال وعاية شهاده اللحظات كيف يمكن تصنيفه نفسيا بداية تحية لكم ونقدم أحر التعازي والمواتاة لجميع الذين تم فقدانهم في هذا الزلزال وإن شاء الله الشفاء العاجل لجميع المصابين الأثار النفسية والاجتماعية التي قد تحدث هي حدثت بشكل مفاجئ وغير متوقع من جميع الذين تعرضوا لهذا الزلزال العنيف ولذلك هي صدمة عنيفة حدثت على مستوى العلاقات الاجتماعية على مستوى الأسر التي ينضم إليها هؤلاء الذين قضوا نحبهم خلال هذا الزلزال ولذلك سوف تسبب آثار اجتماعية ونفسية أعمق مما كان لو كان الحال مما هو تمهيد يعني هو حدث غير متوقع في لحظة شديدة بالحميمية والدفع والقرب والاختباع عن الملخفضات وفي المنازل وخاصة في مناطق مقتبضة سكانيا بسبب ما حدث من لجوء ونزوح فهناك كثافة سكانية عالية هذا كله حدث بشكل مفاجئ وغير متوقع وغير ممهد له لا نفسيا ولا اجتماعيا فكان الجميع يشعر بأمان وبهدوء وباستقرار وغياب حالي من الفقدان ولذلك آثار جدا عنيفة وخاصة أن الزلزال مدمر وترك آثار شاملة على صعيد المدن والقرى والتجمعات السكانية والمباني وهذا كله ينعكس على حجم عميق في الآثار النفسية والاجتماعية ولكن بالتأكيد هناك اختلاف في الآثار عن من نجأ في بداية هذا الزلزال ومن بقي تحت الأرض لساعات أو لأيام ومن نجأ ولكنه فقد أحباءه هذا التفاوض في التأثير نعم أكيد ولكن حالة من الصدمة وحالة من التأثير الاجتماعي وخاصة البحث عن أفراد الأسرة المبقودين وعن الأقارب وعن الأصدقاء لأيام وليس فقط لذقائق ولساعات فهناك من تم إنقاذهم أحياء بعد خمس أيام وهذا كان في عداد الموتح وللآن أناس كثر وعددهم كبير ويفوق عدد الذين قد ثبث وفاتهم بهذا الزلزال ما زالوا مجهولين مجهول مصيرهم وهذا أكيد له تأثير كبير جدا ورأينا كثير من الفيديوهات لآباء لأفراد أسرة كانوا متوقعين أن أفراد أسرتهم قد قضوا نحبهم خلال هذا الزلزال ولكن بعد البحث والتحري والوصول إلى المشافي وإلى ثرق الإنقاذ تبين أن في بعضهم أحياء فهذا كأن الحياة من جديد وصلت إلى هؤلاء الأفراد فهناك خبر تم إخفاءه عن جميع الناس يبحثون عن التأكيد هل في أعداد الوفيات؟ هل في أعداد المصابين؟ هل من الممكن أن يتم إنقاذ أناس آخرين بعد خمس أيام من الزلزال؟ هل فرق الإسعاف قادرة على أن تسد هذه الحاجة بحجم الكارثة والمباني التي انهارت على الأسر كاملة؟ هل من الممكن؟ وهذا أكيد له آثار عميقة ومتفاوتة لكن لا شك بأن هناك تفاوت عميقة تفاوت ملحوظ في ناس بدأت لهم الحياة من جديد وكأنها ولادة جديدة وليست فقط عملية إنقاذ لمتضدقاء